موسيقى 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 للنادي الأهلي وكضابط شرطة يعني أنا دارس قانون من الاتنين أخد قانون عام ودبلهم إداري الماجستير في القانون ثانيا أنا مستشار للجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب حاليا موقف النادي الأهلي صحيح 100% مجلس إدارة محترم لجنة اللي عملت أو أشرفت على عمل الليحة الخاصة بالنادي الأهلي لجنة محترمة جدا يعني من ينكر دور المستشار والمحامل فز الجليل رجاء عطية الراجل العظيم المستشار عبد مجيد محمود النائب العام الأسبق وعضو مجلس إدارة كان عضو مجلس إدارة زميل في مجلس الإدارة الثلاثة اللي كنا مشاركين فيها الأخ الفاضل الدكتور علاء مشرف عضو اللجنة الأولمبية ونائب رئيسها متهائل يعني جدا يعني ومجموعة من الناس القانونيين الأفزاز موجودين كانوا بيراجعوها وأنا يعني اتعرض علي وشفتها ورجعت رجعت بيها يعني إنما الموقف بالنسبة لهذه الليحة دي لايحة عظيمة جدا وده لايحة النادي الأهلي فيها إقصاء لأحد لا يوجد أي إقصاء لأحد وبعد أقول لك أنا أتكلم بصراحة محمود الخطيب من أعظم اللعبة اللي أنجبتها مصر من اللعبة المحترمين وقدم للنادي الأهلي أشياء كثيرة جدا وراجل محترم جدا وأنا بحبه جدا حقيقة يعني ربي لا تلومني فيما أملك ولومني فيما أملك أنا بحبه إنما أعوز أقول لك فيها جماعة في جمعية عمومية بتختار تختار محمود طاهر تختار الخطيب تختار تختار هي حرة بتقارن جمعية عمومية في النادي الأهلي من أعظم الجمعات العمومية رقي وثقافة ووعيا ويحافظوا على ناديهم تمام محمود طاهر لما تبصله يعني هو كان معنا عوض مجلس إدارة معنا ولكن معين دورة تانية كان منتخب وباكتساح وفي انتخاباته وفي الرئاسة كان باكتساح مزهل ويعني الراجل قام بحاجات كدر جدا يعني هنتكلم في الحديث دلوقتي فيها راجل لهما كان كبيرا جدا إداري عشرة لعشرة عنده شركة بتاعته راجل في الإدارة متمرس فيها بقاله فترة طويلة جدا عشان كده نجح في إنه ينهي ديون النادي الأهلي إنه حق أرباح للنادي الأهلي إنه ميزانية النادي الأهلي تصل إلى المليار تكاد تصل للمليار إيه أحسن من كده بحربوا ليه بنحربوا ليه عاوزين إيه منه عشان نحربوا راجل محترم واجلس إدارة محترم وشخصيات محترمة جدا لازم نقف معها ونقف ونسندها وكون صرحا في كل تصرفات وإنه زعلان إن بعض أبناء النادي الأهلي يحاربوا النادي الأهلي على كل هم مش كتار يعني دول أربعة خمسة ستة بقوا بالكتير عشرة فين النادي الأهلي وبعدها أنا أستأذنك يا شادي تفضل رغم أنك ابني أو أخوي الصغير ده من الستين مليون الأهلوية الأهلوية مقليوش عن سبعين مليون مصر سبعين مليون ولازم يتامل حساب السبعين مليون مصر وأرجو أن لا يتدخل أحد بتصرفات سيئة ويعمل فتنة بين النادي الأهلي وبين جهات أخرى وعلى المسؤولين أن يراعوا ذلك وخاصة مسؤول الرياضة وأنا مش عاوز أقول بالأسماء في الحتة دي لأن أنا برضو محبش أن أنا أخش خصم مع ناس يعني أنا بعتز بيهم يعني هقول بصراحة زي ما قلنا هتفقنا على الصراحة خلد عبد العزيز وهشام حاطب أنا معرفوش هشام حاطب ده مشوفتوش قبل كده ولا اختقيت بي يعني قبل كده قد تبالك إنما خلد عبد العزيز أنا أعرفه من أيام من نادي الصيد كنا مع بعض وموجودين وأعضاء في نادي الصيد وحبايب وهو الراجل مؤدب جدا وزكي جدا يعني بتمتع بزكاء اجتماع حاد جدا وده بيستغله أحسن استغلال وبيقود وأنا بقول يا جماعة النادي الأهلي ده نادي حاجة كبيرة قوي 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 ده 1907 النادي الأهلي 1907 1907 عد القرن قبل ما تتعامل الأولمبية سنة 1912 إحنا عندنا كان فيه ليحة للنادي الأهلي قبل الدنيا دي كلها ما نشوفها ونسمع عليها ونشوفها طيب حضراتك وإحنا متفقين على الكلام اللي قلناه في البداية إن حضراتك تبعت الليحة لا أنا أريدها 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 بالكامل أريدها بالكامل موافق عليها قلت لي ما فيهاش إقصاء لأحد وده اللي كان ببلونة الاختبار نتكلم ويقولك يعني الخطيب الخطيب ما له الخطيب بدقاله الخطيب ليه في جملة ليه ما تبعد عن الخطيب سيبوه في حاله ده أنتوا بسئزوه عارف البتاع اللي قتلت صاحبها اسمع عليها أريدها عارفها آه طيب أنتوا تخبطوا في محمود طاب لا خلاص يبقى محمود طاكر جميع العمومية للنادي الأهلي أنا عارفها وحفظها والله أنا ثلاث دورات داخلهم في النادي الأهلي ثلاث انتخابات في النادي الأهلي جميع عمومية وعارف وأنا كنت بجيب أصوات هم الكل الهلوية عارفين كنت أعلى الأصوات أنا وحسام وابراهيم معلم أنا مرة وحسام مرة وابراهيم معلم مرة أنا مرة وحسام مرة وابراهيم معلم مرة إحنا التلاتة كنا دكتور حسام بدراوي آه حسام بدراوي الرجل عظيم دكتور ما فيش منه ده كان الرئيس الكابتن صالح سليم كابتن صالح سليم معانا من أول ما دخلت لغاية ما مشيت صالح سليم ده ألف رحمة ونور عليه الله يرحم كان عظيم يعني أحكي لك حكايات عليه دلوقتي في أثناء الحديث يعني أما يقول لك مات رجل والرجال قليل فعلا هو مات رجل والرجال قليل حلوة الجملة دي عجبتني الجملة دي يا سيد الصفي وانت عجبتني والله جدا أنا لأول مرة يعني أسمعك بإنصاط شديد قبل ما جي أخش على وانا في الصالون قاعد في استقبالي فوق في الاستقبال فوق لي اتفرقته انت بتتكلم انسان بيحب نادي الأهلي انسان بيتكلم بقلبه انسان غير منافق مش إعلامي انت حاجة جميلة الله كريمك سيد اللي هو سيد اللي هو انا مشكرك وده واجب علينا ما دي تربية تربية النادي الأهلي بس بعض الأحيان فيه ولاد في النادي الأهلي التربية ما بتبقاش كويسة فيهم وما مش كتير والله بقولك لا يتجاوزوا عددهم عشرة طيب أنا كنت مرة فتدهم خليهم خمسة النهار ده وهم عشرة ماش اتكلمنا في اللايحة اتكلمنا لا اكساء لأحد وخلاص حالك وضحت النقطة دي اكتر مرة اتكلمنا للنادي الأهلي لازم يصنع لايحته بأيديه طبعا حطت لأمور تعجزية في الموضوع حطت لتناشر الف وخمسمية عهزهم في يوم واحد الناس في المصايف في عيد داخل الدنيا شديدة الحرارة النادي الأهلي مع فقهاء القانون وخبراء اللوايح قاعد ما فيش واحد اعترض اللي بتعمل على اليومين واللوايح بتديك الكلام ده والقانون بتديك الكلام ده ويراك اللي النادي الأهلي اخد قراره اللي على يومين يبقى الجمعة والسند اولا النادي الأهلي عشان الناس بعرفة احنا هنعمل اللي احنا عايزينه بصريح العبارة كده هنعمل اللي احنا عايزينه بما يتفق مع القانون واحنا لسنا في خصومه مع الشباب والرياضة ولسنا في خصومه عمالاخ حطب ولسنا في خصومه اي حد احنا بندور على مصلحة بيتنا ده البيت الكبير النادي الأهلي ده قبل بيتي وولادي النادي الأهلي ده حاجة غالية اوي 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 هم الناس مش عارفة عن ايه النادي الأهلي اللي هم بعد عن النادي الأهلي او اللي بيمولوا مش حاوز اتكلم في الحتة السخيفة دية يعني النادي الاهلي اكتر من كده واكبر من كده والنادي الاهلي بالعكس اللي بعكسه دول النادي الاهلي عمل وسوى وداهم ووكلهم وشربهم ولبسهم وعمل فيهم كل حاجة وخلهم نجوم في المجتمع المصر ردوا الجميل بقى ما نحاربش النادي الاهلي حتى لو النادي الاهلي غلطان تعال يا راجل اقعد مع المجلس الادارة اللي بيحبك اقعد مع مجلس الادارة النادي بتاعك اقعدوا تكلم قولوا فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا عاوزين نعمل الصح كذا عاوزين نعمل كذا نسيه كذا انما اطلع تكلم في جميع وسائل اعلام وهاجم هجومك انت بيبقى يعني يعني برضو الوجيعة لما تيجي من حسيت من كلام حضرتك اللي فيه الم جواك اه طبعا انا زعلان جدا انا زعلان طبعا بص ما التعنا تجيلك من جواك ما التعنا تجيلك من اخوك أما طعنا تجيلك من ابنك بتبقى تيلى قوي ما هو ولدك من كلهم إزاي بعضهم فيه ابن بيمشي يمين ما نقولنا ولده نعاق ولد يعني ولد مش مشكلة نعالجه لا ما نعاليكش نوبتر أنا سياسة البتر بس مش دلوقتي عشان مرشوا هداء طيرونة طب ما انتوا بتهجموا في خناة الأهل دلوقتي في قناة الأهل ده قمة الديمقراطية محمود طهر ده قمة الديمقراطية هو مجلسه اللي بيهجموه موجودين في القناة وبر القناة ولا حاجة لا عوز يهجم يهجم طيب خليني أروح للندوات حضرتك موجود شفت حضرتك في مدينة نصر أنا بحب رأيب من بعيد كده ممكن ما تقابلناش عشان حافظ طبعة النادي شوية هناك حضرتك شفت الكلام اللي تقالي ازاي كلام الموانس محمود طهر مع عضاء الجماعة الأهمية وكان فيه روح غريبة جدا من عضاء الجماعة الأهمية الكل لازم يبقى موجود وكل لازم ييجي عشان خطرنا دي ده كل الناس مبارح يعني مبارح أولا محمود طهر مش هتكلم عليه فقال إن الناس عرفة محمود طهر ابن الأصول وعيلة كبيرة قوي وتربية عالية قوي ومبسوط ومش محتاج فلوس من حد ويصرف ومش هو يتصرف عليه وما خدش من النادي ولا مليم وحاجة تفرح قوي يعني ما مش هتكلم عن محمود طهر أنت محمود طهر ده عبارة عن أيقونة حاجة جميلة لازم نحافظ عليها وبالذات اللي عملوا يا جماعة ده مكملش دورته الراجل مكملش دورته وتفرجه شوفه عمل إيه أما يسدد ديون النادي الأهلي ويعمل أرباح للنادي الأهلي وميزانية دخل على المليار طب خليني نفتح بقى مدام أنت أما يعمل لأ أنا حقول حاجة تانية هستغل سلطتي كموزيع عشان أوقف حضرتك وحقول لك جملتين أنت ما اتفقناش حنتكلم في إيه على الهوى بنقول له لكن في كلمة مدام حالك قلت لها هنتكلم بصراحة في كل حاجة أنا أتكلم بصراحة قلت لها عايزة جيلك مبارح وفاتفا خلاص هو مش عايب كل العيب تيجي تقولي على مجلس إدارة موجود حتى لو هو بيمثل شعار النادي ده رامو شوية بويا ده النادي الأهلي جنة الكل ساهم فيها ده اللي نقوله الكل المجلس إدارة ساهمت فيها لك ما تجيش تقولي عند دول ده رامو شوية بويا ده كلام ده حاجة طاليه حد منه مفتكر إن اللي هو سفير نور هو اللي جاب أرض النادي الأهلي فيه ستة أكتوبر مية خمسة وعشرين فدان والعقد مكتوب بإسمي عقد بتاع الشيخ زايد ده مكتوب بإسمي أنا مكتوب بإسمي حسن الله بيك كفراوي ربنا يديله الصحة ويقوي الداني مية خمسة وعشرين فدان الفدان بعشرة جنيه إيجار إسمي في السنة في أجمل حتة وأحسن حتة في ستة أكتوبر ده الدنيا اللي حواليها ولعت دلوقتي عشان خطر إسم النادي لها وصلت 13 ألف جنيه المتر واكتر الناس خلف مدينة زويل ما كانش فيه زويل خلف مدينة زويل حاليا في مدينة جوهينا كده على يدك اليمين صح وانت طالعي على يدك الشمال إيه ده إيه ده حدش بيتكلم ليه ما تقولوا الحقيقة اتفرج شوف همام السباحة اللي اتعمل شوف الحاجات اللي اتعملت في الشغزايد بويا إيه ودهان إيه وروح تفرج والناس روح تتفرج الإعلام المفروض يظهر هذا الكلام قناة الأهلي معلش ممكن يقول لك لا ده صوره ده عمله لا أنا عاوز الباقي يروح والصحفين يروحوا يشوفوا يقولوا يقولوا حقيقة في البعض ما يقدرش يروح ما أنا بقى يعني أقول لك ست الرئيس السيسي ربنا يديله الصحة ويقوي بيعمل حاجات كتيرة جدا وبعض البهوات وهم ولو دليانين ولا عرفوا حاجة ويقول لك إيه اللي تعمل إحنا شايفين إيه إحنا مش عارف إيه إحنا إيه إحنا إيه يعني مش أبا أقول لي محمد طار ما تزعل شي حط السيسي أصادك كده كعنوان أو كنبراث أصادك جميل امشي عليه ده وما يهمكش الجمعة الأممية الجمعة الأممية حتيجي يوم 25 و 26 بخبرة حضرتك توتيري نزلت ثلاث مرات انتخابات الجمعة الأممية حتيجي بعد اللي انت شفته ها حتيجي إن شاء الله وبكسافة أنا أتمنى بإذن الله وبقول لي جمعة الأعضاء الأهلي بقول لي عضاء الأهلي عضاء الجمعية العمومية اللي هي أقوى حاجة ولا الدولة ولا الشعب المرياضة ولا لجنة علمبية جمعية العمومية بتاع النادي اللي هي الجمعية المحترمة هتخش تعمل كل اللي هي عايزة بإذن الله وهيجو وأنا بتمنى أن يوم الجمعة بإذن الله ما نخلاش السبت كمان يوم الجمعة في مدينة نصر يكتمل لـ 12 ألف و نص اللي هم عاوزينهم يا سيدي نيبقوا 20 ألف أو 30 ألف ونخلص ما كملتش لكن قانونة لازم السبت أساسا ماشي ماشي لو كملت هنوري الناس أن النادي الأهلي جمعية العمومية محترمة وجمعية العمومية بس أنا أريد أن أقول لك بس أنا أريد أن تعملها حتى لو مجوز جمعية العمومية المحترمة أنت ليه لا أنا أكمل لك أنت ليه بتزنق جماهير النادي الأهلي أعضاء النادي الأهلي في الصيف في أغسس ده أول أغسس هشوفه بالشكل ده يا أخ حر جدا إيه ده وبعد جهة في العيد خلاص الناس بتجهز والمصايف مليانة وبعد جهة الناس عاوزة العيد تروح على جهاز العيد وروحوا بلدهم كلنا موظمنا يعني صح اللي من الدلتة واللي من الصعيد كلها يروح لعيلته وأسرته فرصة يلتقوا كل الكلام ده كله وتقول لي يوم واحد وفي 25 إيه ده إيه ده اللي أنت بتعمل وتجيب 12 ألف ونص 12 ألف ونص تعرف السيادة السفير قانونا ولا هم 10% ولا هم 50% ولا هم 20% 12 ألف ونص دي انت عم قاعد بجرة قلم كده 12 ألف ونص خليهم 12 ألف ونص إيه قانونيات لا ده هو هو متخيل متخيل أن إحنا مش هنقدر نجمع على 12 ألف ونص إن شاء الله يبقى رهانه خسران يبقى ما يعرفش النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله هو مش عارف الجمعية العمية لنادي الأهلي ومش عارف يعني إيه قيمة النادي الأهلي عارف لو يعرف قيمة النادي الأهلي ما كان يتحدث في هذا على الإطلاق أنت كنت قاعد في النادوة مبارحة وصلت الساعة كام حضرتك يعني أنا وصلت حوالي الساعة تمانية لربع حتى صليت العيشة أناك قبل ما نطلع على النادوة صليت العيشة وقمت دخلت حضرت النادوة كتبتدت أنا وانا داخل قالوا لي ده ناس كتير موجودة فبسأل مدير النادي بقول له أنتو عاملين كان كورسي قال لي 1500 أم قلت له تمالوة قال لي لا ده إحنا جايبين كراسي كمان بنجيب دلوقتي كراسي عشان نحطها حطوا 500 كورسي تاني لونه مزرق كده وراء آه وراء محطوطين وراء بس كانت النادوة ألف أكتر من 1500 إذا في أحلام يطلع يقول لك دول 500 حتى الأحباط بيوصل لنا أحباط يا أخي 500 ام تسجل نفسك ليه بـ 500 أو يبقى عشرين حد 500 اه اه اكتر حدك شفتهم كام أنا شفت أكتر حوالي حوالي 1600 زادوا عن 1500 وفي الآخر الكراسي تمالت جابوا لهم كراسي تانية حطوها مش لون الكراسي اللي موجودة حتى صح كانت الكراسي الأول الكراسي الأعضال والناس كانت كده بتتكلم بأدب وبشياكة صح وبلطافة تحس هم هدي الجامعة العمومية بيقول الناس كلها يقول لك احنا مش جايين علشان علشان نناقش اللي احنا جايين احنا جايين عشان النادي الأهلي احنا جايين عشان ندعم محمود طهر احنا محمود طهر رد عليهم لا احنا جايين كلنا عشان ندعم النادي الأهلي شوف شوف الحوار اللطيف بين الجامعة العمومية وبين رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بيت الديموقراطية وبيت الشورى وبيت الحوار بقول لك على حاجة مهمة يمكن محد تسمحها قلتها مرة كابتن صالح سليم يقول لك ده الدكتاتور صالح سليم كابتن صالح كان معنا في مجلس الإدارة يقل أي موضوع يطرح أي مشكلة تطرح يستنى ما يتكلمش يستنى للآخر وهي وقل رأيه فقلت له كابتن صالح انت ليه ما بتقول شو رأيك فعلا رأيه صواب معظمه رأيه صواب فعلا فقال لي يا سفير أنا لو قلت رأيه أدبين هتلتزموا بيه وأنا عارف أنكم بتحبوني وبتحترموني وأنا أخوكم كبير قلت له كابتن صالح بالعكس هتوفر وقت اللي عندنا موضوع كتير جدا في الجلسة دي قال لي لا أنا هكراه أدبي عليكم وأنا أحبش فكرة أدبي من المرات شوف شوف بيستحمل إزاي من المرات هو كان له رأي مخالف لينا وإحنا كلنا بالإجماع في إيه؟ احكينا في إيه؟ طبق الحاجات دي للتاريخ يعني معلش 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 هو كان بخصوص أحد الأعضاء يعني موضوعه فكان رأيه غير رأينا خالص عارفة ما خرجنا هو بيدفع عن رأينا إحنا ومعلمنا كده ومعلمنا إن إحنا يا جماعة مجرد ما نخرج برة ما فيش حد لا معارض ولا موافق كلنا رأي واحد وندفع عن الرأي اللي اتخذنا بالإجماع معاودة كلنا واحد نخرج برة مجرد ما يتفتح الباب نتخاني إن زعق وكابتن صالح زعق وكابتن تغرب وزيد زعق وحسن حمدي يتكلم وحمدي كنيسي يتكلم ونقول ونعيد ونزيد وبتاع نخرج ولا في حاجة وبنتحك ونبتسم هو ده الكابتن صالح أقول لك على حاجة تالتة كمان وبقول لك جميع أعضاء مجلس إدارات الأندية كلها مش الأهلي بس يقول لك ملكوش دعوة بفريق كورة ملكوش دعوة بفريق كورة يا أعضاء مجلس الإدارة ومحبش حد فيك وروح هناك عشان يعني دول أخواتك الصويرين كتاكيد بالنسبة لكم ملكوش دعوة بيهم عاوزين الإعلام يجي الصحفي أخوة كلمة منك وتصور في الجرمان عاوزين الإعلام كيفية أن يقعدوا مجلس زارة النادي الأهلي صح برضو أقول لك على حاجة تانية ثلاث مرات وإحنا في مجلس إدارة النادي الأهلي مع كابتن صالح ثلاث انتخابات زكري عزمي كان يبعث لنا الله يمسيهم بالخير كان يبعث لنا تهنئة ونفاجأ ما فيش بعدها بنص ساعة ساعة تهنئة من سيد الرئيس حسني مبارك ربنا يدي له الصح فبقول له يا زكري مش كيف أنت وبعدتوا تهنئة الرئيسة بعد التهنئة خلاص قال لي لا أنتوا مجلس وزراء النادي الأهلي ده مجلس وزراء الناس تبقى عارفة قيمة ناديها قيمة مجلس إدارتها النادي الأهلي ده حاجة كبيرة قوي نادي الوطنية نادي سعد باشا زغلول نادي طلب المصريين نادي طلب المحترمين محب شباب مصر الوطني اللي بحب بلده مساءت اللي وقى أنا مسؤت من كلامك جدا ويعلم الشباب اللي موجود الأهلي الكل في واحد والأهلي للأهلوية كلهم هو ده اللي احنا بنقوله الأهلي للأهلوية كلهم وما تخلنيش حب الأهلي بإسلوبك يا إما أنا بحبهوش هو ده اللي احنا بنقوله إيرك في الجملة دي لا جملة جميلة جملة جميلة وهيلة وبعد كده أنا أقول لك حاجة أنا عدت ثلاث دورات ثلاث انتخابات داخلتهم وخلاص الحمد لله وقديت واجبي وعملت اللي علي واللي النهار ده محس بيتي في حاجة يعني أنا محسيت في حاجة جري روحت الجزيرة وجريت على مدية نصر مبارح بيتي ده بيتنا لازم نحافظ عليه كل الأهلوية يروحوا ويروحوا يقفوا ويشوفوا في ايه مين اللي بتأمر عن نادي الأهلي اللي بتأمر نطع رقابته النادي الأهلي ده حاجة كبيرة قوي قوي هم غير مدركين تصور يعني مصالح ضيقة انت عايز ايه انت عايز صد رئيس النادي الأهلي وعلى عود مجزدارة النادي الأهلي خمسين سنة ما تفاهي قعدتوا كتير وانبسطتوا كتير وبقتوا نجوم في المجتمع وحاجة تفرح وانتوا عملتوا حاجات حلوة كتير جدا وحاجات تشرف وزي ما قلت يا شادي ان مجلس بيكمل لمجلس ومجلس بيكمل البنام احنا ماش مجلس يجي يلغي اللي فات لا ابدا كلنا بنكمل بعضين واحد وهكذا لغاية ما بنخلص النادي الأهلي النادي الوحيد اللي في مصر الليحة الاسترشادية الموجودة او الليحة الالزامية خلينا نقول بصراحة لم يدعى لاستشارة لحد يتكلم معاه عمل لايحته هو النادي الوحيد اللي عمل لايحته وانت داخل النادي بيوزع عليك بتبقى موجود عشان تعرفوا الناس كلها بتذاكر وتقل تبص وتشوف لايحتها اللي موجود فيها ده النادي الوحيد اللي عمل كده انا بسألك سؤالي الناس هتروح تقول نعم ولاقف الاندات تاني علي انا وري دي اللايحة في ايه داخل مش كده خليها مقفولة كده وريها للأطفال والشباب الصنطوط شوفوش اللايحة شكلاقي جميلة زي ما تفتحهاش لا مش افتحه شوف شو الجمال هو ده النادي الاهلي الجميل الحلو تفتحها ما تكتبش فيها محمود طارو ولا عمل الكلام لا 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 النادي الاهلي يوجو الاهلي افتحها جوه تلاقي فيها تلاقي فيها شغل محترم شغل جميل شغل يفرح ناس قانونيين محترمين جدا وتراجعت كويس اوي 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 ما فيهاش ولا غلطة الحاجة الوحيدة اما قالوا الخمسين زائد واحد بالنسبة لانتقالات الرئيس لا اتصححة النهاردة اتصححة مبارح اتصححة الندوة ونزلت النهاردة في الاهرام ونزلت وقالت ان بأعلى الاصوات على طول أعلى الاصوات من الحاجات اللي انا عايز لحضراتك فيها مهم جدا عشان تنقل لنا السورة انت حدق روحت ندوة بتاعت الجزيرة زي ما بتقولي دلوقتي وروحت مدينة نصف حضرتك بخبرتك اللي انت موجود وتقدر تستشف عضو الجامعية العمومية بيفكر فيه كان فيه كلام اكثر من روح انا مش عايز اقول عليك حاجة لان انا شفت كلام مهم في صميم الاهلي شفت كلام من الناس كلها في الندوات سواء في انت قلتلي انا شفت لو عايز اقول لك حاجة الشيخ زايد والذي قاعدين في الشيخ زايد وبيشتغلوا في القرية الزكية فطبعا نادي الشيخ زايد ده بيرحوا يشوفوه بتاع فراحوا حضروا قالوا لي قالوا لك قالوا لي يا بابا الجامعية العمومية يعني اهلي قاعدوا يكتفوا بعد ندوة كابتن بعد ندوة المهندس محمود طاهر اهلي 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 محمود طاهر محمود بنحبك يا طاهر بنحبك محمود بنحبك كابتن المهندس محمود طاهر قالوا يا جماعة اهلي اهلي كله هتف اهلي 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 بالكامل ولا واحد معارض في الشيخ زايد تخيل هذا ولا واحد عارض شفت مبارح في مدينة نصر جايين بيقولوا احنا جايين مع النادي نقف مع النادينا احنا جايين ندعم ندينا ضد اي حاجة ام يتكلم في انتخابات المهندس محمود طاهر قال له مفيش انتخابات نتكلم في الانتخابات يا جماعة دلوقتي بيخون النادي الأهلي بيضمر النادي الأهلي لسه بدر على الانتخابات دي في نوفمبر وقبلها في شهر وشهرين يا سيد نبقى نتكلم فيها مش النهاردة في أغسطس نتكلم ونقول ونعيد ونزيد ونلت ما نشوف مصلحة ندينا إيه ده ندينا لسه بطولة أفريقية وعندنا حاجات كتير وفرع الشخص وفرع التجمع الجديد ده فيه شركة تلت شركات عالمية متقدمة علشان تجهيز وبناء نادي التجمع شوف يبقى فيه كم نادي حاجة مشهر كم فرع ليك يبقى كم فرع بتتكلم أربعة ولسه إن شاء الله نعمل واحد في اسكندرية وواحد في الصعيد بإذن الله نختار محافظة محافظة الصعيد ونعمله فيه عشان الشباب الصغير نفسهم يشوفوا النادي الأهلي نفسهم يتمنوا أنهم يقابلوا حد في النادي الأهلي بحب يجوا تصوروا في النادي الأهلي واتفرجوا كابتن صالح سين تمثاله بصلى الولاد الصغيرين عاوزين يتفرجوا على كابتن صالح اللي ما شفوهش عاوزين يتصوروا مع التمثال بتاعه محبة غير عادية رؤساء النادي كلهم عفوا كلهم من أول ما الواحد سمع عليهم وهم كلهم شخصيات من أعظم ما يمكن محترمين كلهم جدا وكابتن صالح بس عشان كابتن صالح كان له أو أنا كان لعيب كرة ولعيب كرة مرموق وشخصية جميلة جدا وكان له بعض الأشياء كان بعمل يعني حاجات كتيرة حلوة وصالح له مكانة كده في القلوب كريزمة بتاع الصالح عاوزه جدا عاوزه جدا حاجة تانية خالص أنا مش عاوزة كلام رغميها مثلا فريق عبد محسن مرتاجي من أعظم ما يمكن الواحد يحبه جدا كابتن عبد صالح الوحش من أجمل من أي يعني ناس كلها رؤساء الأندية دول من يعني مش قدر أقول لك كمال بحافظ اللي كان وكيل النادي ياه ياه ولاد النادي الأهلي ولاد محترمين ناس محترمين شباب محترم رجال محترمين وغير بقى اللي أنت قلت عليه أنا سمعتك بتكلم عليه السيدة الفاضلة المبارح طلعت وبتتكلم وبتقول يا جماعة بس أنا أجي عشان لا داناليزي أنا أجيب عيلتي واصحابي وكلهم ووحفة التصفيق لها كان عمل إزاي تصفيق غير عادي يعني كنت تكلم من قلبها وبحال دايما السيدات ليهم دور مهمة جدا يعني ما حدش كان متوقع يعني بتتكلم قمنا حد كلاس قوي فداخل بيتكلم بعد كده قلبت بحماس وكانها ثورة ثورة جوان أولا الشياكة غير عادية حاجة تفرح يعني هما هو ده نادي ولاد الزوات طيب حصل موقف وحداق في مجلس الإدارة شبيه للوضع اللي احنا فيه قبل كده مع الكابتن صالح بتضحك لي عايز تقول لي أصلي يعني عاوز أقول لك على حاجة تفضل الكابتن صالح ده شحصية مش عاوز مش عتتكرر طبعا والسيرة أطول من العمر مهما نقول على الكابتن صالح مش هنوفي حقه حقيقة يعني وكابتن صالح حصل حاجات كتيرة جدا كابتن صالح كان أكبر من كده بكتير جدا حتى وهو مريض على فراش المرض يعني كان كبير قوي قوي عشان كده لغاية النهاردة الشباب اللي ما شفوش بيردد الجمل بتاعته سواء على السوشيال ميديا أو على جوه المدرك صالح صالح حقيقة يعني عارف هشام هشام ابنه ده شخصية محترمة جدا يا على هشام هشام واخلاقه وخالد يعني ولاده الاتنين كده زي النسمة وما كان لا يقبل حد يتدخل في الناد الأقلي لا أخ ولا أخت ولا خال ولا ابن ولا الكلام ده كله ولا وسطة ولا حب الكلام ده كله على الإطلاق وبعدين الناس اللي بتهاجم دول كابتن صالح خيره عليكم كان فيه جابة انقاذ أيام من المجلس عندكم كان فيه كان فيها مين لا قول لي ما ترجعنيش للحتة دي لا عادي على فكرة اصلا انا كنت موجود في الفترة دي ومش عاوز اتكلم فيها حقيقة لا عادي جدا على فكرة والله والله يا سيد اللواء سفير نو احنا ده ده بيتنا وبيتنا نتكلم في كل حاجة ونشرح للناس فيه حاجة اسمها معارضة اللي ترفع شأن الكيان وفيه حاجة اسمها معارضة عمال تخرب ففيه حد بيقى معارضة عشان انا مش مصلحة الشخصية شخص خطر نادية مش معقول ان انا اقول كل حاجة غلط مش معقول ان انا اتكلم على النادي الاهلي بهذا الاسلوب الرقيص لا ده ما حصلش لا ده ما حضرش لا ده مجاش لا ده عباس عارف عكاة الفانيلا البجاما الحمرة المصرحية اللي كان بقول لا انا عباس انا بلاش انا جوز الست اللي تحت خطي بالك الحاجات السيئة دي تلاقي جوز انها يعني تتقال وانت هتكذبوا الناس يا جماعة وبعد جدا دي حاجة اسمها اللايحة استرشادية اللايحة الاسترشادية انا بقعطتلي انت يا سيدي بتقول لي عشان توصل النادي الاهلي مدينة نصر تمشي من شارع النصر وعشان توصل ممكن توصل من شارع كذا انا يا سيدي مش عاوز لا من هنا والمن هنا انا هروح المطار الاول عندي شغلانا هناك وحاجم وحاجم عندي مدينة نصر انا حر يا اخي انت كتبالي لائحة استرشادية لائحة استرشادية يعني استرشد بيه يا رجل يا خبير بتديني خبرتك انا مش عاوز خبرتك يا زي متشكر عشان عندي خبراء عندي خبراء يعني مش عاوز اقول احسن منك خبراء اعلم منك اعلم منك مين انت انت ولا هو ولا هو ولا هو ولا عاوز في يوم يعرف القانون زي المجموعة اللي تعرف بما فيها انت موضوع ده مضايق جدا انا ست اه طبعا انت جيد تتكلم على مين تتكلم على مين رجعي عطية ده له مؤلفات من اروع ما يمكن هجيب لك نسخة منه هديا هكلمه حبيبي هو سيد رجعي عطية هجيب لك نسخة منه تشيلوها هنا في قناة النادي الاهل رائعة عم يجيد محمود النايب العام عضو مجلس ضغط النادي الاهلي اكتر من 3-4 دورات ايه ده علاء مشرف ابن النادي الاهلي مولود في النادي الاهلي وعضو او نائب رئيس اللجنة الولمبية ما هو لو شايف لو شايف في حاجة غلط او شايف كان قاله كان قاله ما هو دي الفكرة كان قاله ده عضو اللجنة الولمبية موجود في اللاحة الاهلي هو انتم اللي ابتفهمه انا مش عاوز اقول لو سمحت أستاذ أحمد مخرجنا عايزة أسمع الجملة بتاعت الأستاذ جاسر عضو اللجنة الولمبية واللي عرضناه من شوية عايزة عرضها للست السفير عشان يعلق حقول لحضرك قبل ما نشوفها انا قلت وشاهد شاهدهم من أهله بمعنى كانوا في ندوة موجودة مش دعوضوا اللجنة الأولمبية اه الاستاذ جاسر ودخل الاهل اللي بيعملوا النادي الأهلي ده صح 100% ويثبت عليه وحي لو جاء العدد الـ 12500 لازم يعتمد اللي حيته اللي حيمشي به ده كلامه هو ده من لجنة الأولمبية جاهز يلا بينا نعرض للست سفير عشان يسمع انا اه زملكو عضو النادي اسمي جاسر محمد رياض وعضو مجلس قدرت اللجنة الأولمبية عايز اقول لحضراتكم ان الموقف بتاع النادي بتاعنا موقف سليم ما فيهوش اي غلط من حقك تحط الليحة بتاعتك زي ما انت عايز الليحة الاسترشادية اللي اللجنة الأولمبية حطاها اللي احنا كلنا اشتركنا فيها دي ليحة غير ملزمة بقول لحضراتكم تاني غير ملزمة تقدر تغير تقدر تعدل تقدر تعمل اللي انت عايزه حط ليحتك الكلمة للجمعية العمومية مش لللجنة الأولمبية ولا لأي حد قول اللي انت عايزه بس اخذ الحق حرفة بمعنى دلوقتي يعني انا بطالب حضراتكم بحاجتين الحاجة الاولانية كلنا لازم نروح وكلنا لازم نقول رأينا ويا ريت لو قدرنا نحضر كلنا يوم 25 يبقى الكلام ده خلاصة قفل ما فيهوش اي نقاش ولا اي حاجة لو ما قدرناش نتجمعنا في سنة يوم 25 مكرم اخاك لبطل هنتطر ان احنا نكمل يوم 26 بعد ان شاء الله وانا متأكد ان احنا هنقدر نوصل لل12000 ونص وال13 وال20000 كمان لان احنا النادي الاهلي النادي الاهلي نادي كبير ونادي عريق وحنقدر واحنا بنبان في الازمات بعد ما هيحصل هذا الكلام اللايحة حتيجي اللجنة الولمبية ما هوش رأي فرض ولا اتنين ولا تلاتة ده مجلس ادارة ومجلس ادارة لا يفن لا يفن لا يفن ده مجلس ادارة ومجلس الادارة حيقول رأيه وحنعط وحنتكلم كلنا وحنشوف وعلى فكرة يعني فيه اعضاء يعني محترمين جدا في مجلس ادارة اللجنة الولمبية من النادي الاهلي وان شاء الله كل حاجة حتبقى مصبوطة طيب افرد ما حصلش وافرد ما اعتمدتش مش ممكن اللي حضراتكم بتقولوه الكلام اللي حضراتكم بتقولوه طيب اكمل 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 حضراتكم افرد ما حصلش يعني مجلس الادارة ما اعتمدش هذا الكلام يبقى انت من حقك في القوانين وكنادي كعضو جمعية عمومية وقدمت والنادي هنا هو يقدر يرفع القضية لاكتر من اللجنة الولمبية المصرية يقدر يطلع لغاية فوق لغاية اللجنة الولمبية الدولية يقدر يطلع لغاية الكاس يقدر يوصل الابع انا اسف على المعطع دي واحدة السؤال هل تملك اللجنة الولمبية المصرية ابطال جمعية عمومية دون سند خانوني ده السؤال اللي نريد اللي جابة عليها جاسر بي انا بجاوب بصفة بصفة شخصية ايوا بصفة عضو في النادي ايوا لا اعتقد هذا لا تملك شكرا شكرا ايه رأيها حضرتك لا ده ده رأي انا عاوز اشوف رأي خالد عبدالعزيز وعاوز اشوف رأي حطب وعاوز اشوف رأي السادة الاعلاميين اللي بيساندوا هذا الرأي اللي هو بيحاول محاربة مجلس الادارة وما يدرش حد يقدر يحارب النادي الاهلي تعرف تضرب رأسك في الحيطة اللي هيحارب النادي الاهلي بيخبط رأسه في الحيطة وهو اللي هيتعور وينزل الدم ونقول يا لح بتاع حمرة نزلت من دماغ تعرف هم بيحاربوا محمود طه ومجلس لا هقولك بقى على جملة حضرتك بعد الكلام اللي الراجل ده قاله هشام حطب دخل امبارح في نفس البرنامج هاجم الراجل ده عشان قال كلمة الحق وقال كلامه مش مظبوط وحتى عشان على المستوى الاعلامي المداخل الراجل مش عارف يعمل المداخل انا بديك اصراره عشان انت حبيبي طب انا عاوز اعرف ما عرفش انا هو دراسته ايه دراسته ايه متعلم هاش قانونية وبعد كده يريته يعني كان رئيس اتحاد مثلا كرة قدم رئيس اتحاد الهندبول زي حسن مصطفى كده ولا زي الكلام ده كله ده رئيس اتحاد الفروسي يعني ما له مال الكلام ده كله انت ورد ليه 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 ورد تروحه ليه انت فاهم تورد تروحك ما عليش الحاجات اللي بينك التقيلة اللي ورد اللي تكلمت عليها دي وانحنا كلنا عارفين وفاهمين هو عيفتكر حد لازم كل ناس بعارفة ان الناس فاهمة يفتكر الناس مش فاهمة يبقى هو سوري اللي مش فاهم مش اقول الكلمة التانية اللي بنقولها كلنا في الوضع العادي للامور بعيدة عن التلفزيون طب وإيه رأي حضرتك بعد الاجتماعات التلاتة اللي في النادي الاهلي والسيغة بتاعت التشويش على الاجتماعات وما حضرش غير متين ما حضرش غير خمسين ما حضرش غير عشرين رغم الحضرك شفت ندوتين قلتنا اللي فيهم واحدة فيه الف وستمية أو الفين وده كلام حضرتك مش كلام لا ده أنا ده أنا ده أنا بس أنا بعد ما صليت العاشة بقول لهم يا جماعة ده أنا شايف فيه ناس كتير وانا داخل معلأ يدك الشمال وتداخل ناديهم معلأ يدك الشمال قاعدة كانت صح فأنا شايف ناس كتير فبقول لهم الكراسي قد إيه قالوا الاف خمسمية اللي حطينهم فقعدين وفتا حنبتدي نقوم بقى عشان نقوم نيجي فقالوا ده احنا داخلين جاري بقولوا بقولوا لشرين بقولوا إحنا جبنا كراسي من حتة معرفش إيه جاب جح قالوا خمسمية كورسي تاني بلون ايواء بالضبط علشان الناس اللي تيجي تقعد طبعا ما حدش ما كمل لو أنا ببص على مين راح والعدد هحط رك كاميرات في الضلمة عشان اجيبهم برضو مش ده الهدف الهدف اللي انواعي وعيت عشرة عشرين تلاتين أربعين مية والمية كل واحد جاب عشرين واحد جبت الاثنشر ألف وخمسمة انت دعب نفسك ليه ودتني لسكة العدد ليه وشغل دماغك ليه شغل دماغك بيا ليه ايواء هو دي الفكر شغل دماغك بيا ليه وانت منتش قدي بصراحة طيب عندي رسائل سريعة من حضرتك بكمتك شخصية عامة في المجتمع عوضو مجلس إدارة أسبق في النادي الأهلي مساعد وزير أنا سيت أقولك أنني كنت عوضو مجلس إدارة نادي السيارات عوضو مجلس إدارة نادي السيارات بسم الله ما شاء الله خبرة كبيرة في علم الإدارة رسالة لسيادة الوزير خالد عبدالعز مش أقول الوزير أن كل دا إلي زوال مش هيفضل للا خالد عبدالعزيز أنت إنسان عظيم ابتعد عن المنطقة دي لو سمحت هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المعين أرجوك يا أخ هشام أنا لم ألتقي بك من قبل لكن يعني أتمنى لك التوفيق في حياتك الشخصية وابتعد عن هذا المجال لأن باين عليك هتخش فيه حق لألغام الأعلام الموجه ضد النادي الأهلي عيب بقى كفاية أنتو يعني اللي عملتو كفاية أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي دا ناديكو وبيتكو دافع عن بيتك بيتك داخل عليه ناس تطار بيخبطوا فيه دافع عن بيتك أخيرا مجلس دارة النادي الأهلي هتقول لهم إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام يا رجال يا عظام يا محترمين هو دا النادي الأهلي وولادي النادي الأهلي بارك الله فيكم وفي أولادكم وفي كل ما تتمنوا للنادي الأهلي ربنا إن شاء الله حينصركو وأنا متأكد بأن النصر قريب جدا لك يا محمود يا طاهر لأنك رجل إدارة عظيم قديت للنادي الأهلي كتير شخصية محترمة جدا النادي الأهلي بيمر بعصر جميل جدا في هذه الفترة الحالكة النادي الأهلي لو استقر مصر تبقى مستقرة يا أخوانا النادي الأهلي كبير قوي أنا بقول لك العدد مهول الأهلوية أنا مش عاوز بس حد يزعم مني أنا مرتضى بحبه جدا صديقي جدا 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 وأطيب قلب فيك يا مصر مرتضى منصور بس يعني هو شيء من شيء من العصبية نتيجة حبه للنادي بتاعه نتيجة حبه للنادي بتاعه إنما النادي الأهلي طبعا والكل معترب بهذا شعبية جارفة 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 الرسالة الأخيرة هتقول لللواء سفير نور إيه هقول له حسب على عصابك عشان تكبرت ومحتاج تستريح لكن المحارب يفضل يحارب إلى أن يلقى الله لما بلاقي رموز من النادي الأهلي بتبقى موجودة وبتحب النادي الأهلي ومتخافش من أي حاجة كل قوة عشان ترفع من شاء أن الناديها ببقى فخور جدا سيادة اللي وقصة فيه إنت شادي أنا اللي فخور بيك النهاردة ماشي أنت فخور بيك أنا فخور بيك إن فيه شباب قوي شباب هيدافع النادي بتاعه بشدة وبقوة وإن شاء الله أنا بتنبأ لك بمستقبل جميل جدا مش بس في قناة الأهلي هتبقى أحسن من قنوات كتير جدا 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 إنما إيه هتسيب بيتك ده أبدا طبعا طبعا يعني لو رحت أي حتة تانية برضو لازم قناة الأهلي يبقى ليها جزء من حياتك شرفتين ونوارتين شكرا يا شيد سعيد جدا باللقاء أنا سعيد بيك جدا جدا ربنا يوفقك شكرا جزيلا بوقتي كمان هنطلع اختارنا مجموعة من أعضاء الجامعة العمومية تكلموا معنا والفقرة الأخيرة بس بعد حضرتكم تشوفوا لقاء الجامعة العمومية وبعدها فاصل سريع وهنرجع تاني مع حضرتكم اشتركوا في القناة